بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين أما بعد فقد أرسل عدد لا بأس به من الإخوة يسألوني عن موقف بشار عواد معروف من المهدي خاصة أنه ظهر في تسجيل وينكر حديث المهدي ويطعن فيها وتلقف هذا الناصبي الجهول صابر مشهور وصار يعني يتاجر بهذا الأمر كما يقال في المثل المصري التم المتعوس مع خايب الرجاء في زمن يزين بعضه بعضا ليدفع معور عن معوري ترد أحاديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة في هذا من أجل صحفي جاهل وآخر حزب موتور يتبع إمامه ما دام إمام تلك الجماعة رفض حديث المهدي لأن عقليته تقول نحن الذين نصنع ولسنا بحاجة إلى مهدي ولا بد أن نقيم الخلافة لا بد أن نرجعها لا بد أن نفعل هكذا هي طريقته فإذا لسنا بحاجة إلى مهدي هنا بالمناسبة يقول عقلية الإمام تلك الجماعة وهذا بشار عواد يتبع إمامه الحزبية لا تعرف الموضوعية بالنسبة لعقيدة الانتظار وعقلية الانتظار وعقيدة المهدي على الطريقة الشيعية مرفوضة عندنا فليس عندنا مهدي منتظر هذا أمر لا خلافة فيه ولا نزع يعني معناه ليس عندنا عقلية الانتظار وقضية المهدي المنتظر هذا اسم تسرب إلى السنة من الشيعة أما المهدي موجود في أحاديث صحيحة بعض أهل العلم كان يقول الصحيح فيه غير صريح والصريح غير صحيح ولكن هذا الكلام ليس على إطلاقه بل صحة أحاديث تصرح به من الأحاديث التي ليس فيها تصريح مباشر لكن المعنى واضح ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كيف أنتم إذا نزل ابن مريم وإمامكم منكم إمامكم منكم هذه تعود إلى شراح الحديث جميعا يفسرونه بالمهدي لماذا؟ هل هو من بنات أفكارهم؟ لا هذا غير صحيح بل من الروايات الصحيحة الأخرى التي جاءت خذ مثلا حديث مسلم وهو قريب من هذا وهو عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة قال فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فيقول أميرهم تعالى صلي لنا فيقول لا إن بعضكم على بعض الأمراء تكريمة لهذه الأمة أيضا فيه إشارة هنا هذا تسمى حسب علم الأصول تسمى إشارة وربما هذا ما أخذ من قال الصحيح في غير صريح لكن الحقيقة هناك أحاديث صحيحة تصرح به خذ مثلا منها حديث رواه الإمام أحمد والترمذي وأبو داود بإسناد صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تذهب أو لا تنقضي الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي هنا تصريح واضح في هذا وهذا الحديث عند أحمد والترمذي وأبي داود وشيخ الإسلام بن حجر رحمه الله صححه وهو من هو في علم الحديث هو أمير المؤمنين في الحديث وحديث أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المهدي مني يصرح باسمه أجلى الجبهة أقنى الأنف يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا يملك سبع سنين رواه أبو داود والحاكم وصححه هذا المسكين مجرد ما رأى الحاكم سيقول انظروا هذا شيء لا القصة الذين حكموا بالصحة أئمة أهل السنة والجماعة كشيخ الإسلام ابن حجر خذ مثلا الحديث الآخر الذي رواه أبو داود بإسناد صحيح عن أم سلمة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المهدي من عترتي من ولد فاطمة وهذا كما قلنا رواه أبو داود وابن ماجه بإسناد صحيح وعن علي رضي الله عنه هذا أيضا حديث رواه أحمد وابن ماجه أيضا بإسناد صحيح عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة خذ مثلا حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يخرج في آخر أمة المهدي يسقيه الله الغيث وتخرج الأرض نباتها ويعطي المال صحاحا وتخرج الماشية يعني تنتج وتعظم الأمة يعيش سبعا أو ثمانية يعني حججا رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي الحافظ الذهبي وافق الحاكم في تصحيحه وغير هذه الأحاديث حتى قال بعض أهل العلم أنها متواترة طيب واحد اسمه بن خلدون ليس من المحدثين غاية ما في الأمر أنه عالم اجتماع ومؤرخ رحمه الله وفقه مالكي لكنه لم يكن من أهل الصنعة الحديثية ولا نعلم له انتاجا في علم الحديث وليس مصنفا في علماء الحديث رده فليرد وليس من أهل اختصاص قضية الانتظار وعقيدة الشيعة في المهدي تختلف عنها الشيعة يعتقدون أن المهدي قد ولد وأنه من الأئمة الاثنى عشر وأنه آخر الأئمة وأنه قد اختبأ في مكان معين وأنه سيعود في آخر الزمان كل هذا نحن لا نعرفه ليس هذا من اعتقادنا وليس هذا من ديننا من ديننا رجل من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام من أولاد السيدة فاطمة اسمه محمد واسم أبيه عبد الله ولا نعلم خلافا بين أهل الحديث وأهل العلم لقينا كبار علماء الحديث ومن لم نلقاه سمعنا كلامه السادة الغماريون جميعا الشيخ عبد الله سراج الدين شيخنا الشيخ نور الدين عتر الشيخ خليل مل خاطر كبار علماء الحديث شرقا وغربا ويتشددون في هذا الجانب من أين جاءت هذه التحليلات الباردة قالوا طبعا بعد أن شعت نظرية فرويد في التحليل النفسي أنه يحاولون تحليل كل شيء يعني من أجل استنباط ما تسرب من اللاشعور إلى الشعور قال والله الأمة في حالة ضعف وفي حالة هوان فهي تنتظر المهدي إذن هم أمة نائمة ما من قال لك نحن نقول بعقلية الانتظار هذا أولا ثانيا هذه الأحاديث كانت في أيام ما كان محمد الفاتح يسقط القسطنطينية وأيام ما كان صلاح الدين الأيوبي يدك حصون الصليبيين ويطردهم في معركة حطين وكانت شائعة ومنتشرة في أيام معركة عين جالوت وكانت شائعة ومنتشرة في أيام فتوح الصحابة وفتوح التابعين طيب قال والله هذه عقيدة تسربت من اليهود كيف تسربت من اليهود طيب إذا كنا فعلنا بطريقتكم التحليلية الباردة هذه ما هو اليهود الآن في أوجي قوتهم وعز ما يمكن أن يكونوا عليه يسيطرون على البيت الأبيض وعلى الكونغرس ومنظومة عسكرية لا مثيلها في العالم ومع هذا هم والصهاينة المسيحيون يعني المالكون لأزمة العالم يعتقدون وجود المخلص بالنسبة لهم فالقصة هذه لا علاقة لها بضعف في الأمة وقوة في الأمة لا أحاديث صحيحة صريحة فالذي يأتي ليتكلم فليتكلم بها بحلم ليأتي إلى أسانيدها وليرد على شيخ الإسلام بن حجر وليرد على أئمة الحديث هو من غرائب الأمور وعجائبها يعني هذا الجهول صابر مشهور ما رأيت إنسانا أطبق المسلمون بفرقهم يعني أهل السنة يبغضونه لأنه ناصبي الشيعة يبغضونه لأنه ناصبي أيضا الوهابية يبغضونه لطعنه في أئمة الحديث يعني حتى الوهابية يردون عليه فما رأيت إنسانا أجمع المسلمون بفرقهم ومذاهبهم على نبذه إلا الناصبة سوى هذا الصحفي الأرعن المجاهر بطعن أئمة الإسلام وشتيمة وانتقاص أئمة الدين وويس القرني الذي أثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام يسميه شيخ الباطنية ما أدري كانوا يقولوا نصف العالم أخطر من الجاهل هذا لا ربع ولا ثمن عالم وليس له لا يستطيع أن يأتي بآية واحدة وأن ينطق بها نطقا صحيحا الأحادث النبوية التي يحتاج بها لا يحسن نطقها فمن الذي يجعله سوى يوتيوب وهذه الوسائل التي تشهر من يحسن عرض بضاعته لا علاقة لها بالعلم وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم